رحبا حضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل يمكن اتكلمنا مع حضرتكم في بداية البرنامج عن اليوم العلامي للتمريد والتضحيات اللي قامت بيها أطقم التمريد في مصر ويمكن في العالم كله استثناء أثناء طبعا أزمة كورونا بالمناسبة دي احنا معينا النهاردة نموذج استثنائي ومكافح في مهنة التمريد بدأ رحلته من دبلوم في التمريد واحدة واحدة أصبح من الأكاديميين الشباب اللي درسوا التمريد في أكبر وأهم الجماعات المصرية حتى أن الجامعة الأندونسية أطلقوا عليه سفير التمريد على مستوى العالم خلونا نرحب بصلاح محمد المعيد بكلية التمريد بجامعة طميات صباح الخير عليك صباح النهار عليك صباح الخير عليك كل سلام أنت طيب وحضرتك طيب وبخير يعني تايتل كبير أو لقب كبير يعني حتى أنت صغير في السن كمان في البداية يعني قبل أي حاجة حابين نعرف منك رسالة كده تحب أنك النهاردة في اليوم المهم قوي ده تقدمها ليه يمكن الممرضين اللي بتفرجوا علينا دلوقتي يمكن الناس كلها طيب صباح الخير الأول على الشعب المصري كله صباح الخير على التمريد المصري في يوم مهم زي دوت الحقيقة يعني حب أجلهم رسالة كل سنة هم طيبين وبخير يعني تضحيات كبيرة جدا ويمكن يعني وفاء شديد جدا السنين اللي فاتت يعني ابتدت قبل جائحة كورونا وانتهت بجائحة كورونا فكل سنة هم طيبين وأهليهم وأثارهم بخير يعني يوم مهم زي ده لازم كلنا وكل الشعب المصري هنيهم كل سنة هم طيبين عظيم جدا احنا هنتكلم عن حاجات كتير قوي واحنا عندنا التمريد المصري تمريد مميز وقت الأزمات ووقت المحن شفنا التمريد المصري عامل ازاي وشفنا التدريب اللي واخدت التمريد المصري وشفنا الروح العالية اللي بيقدي بيها التمريد المصري لما بيكون في وقت جائحة زي ما شفنا اللي حصل في وقت كورونا لكن أنا عايز أعرف مشوارك انت احكي لي انت مشوارك التعليم مشواري التعليم هو ابتدى بدبلوم التمريد بعد عدادي وانتهى الحمد لله أن أنا دلوقتي أكاديمي في وزارة التعليم العالي بدرس في جامعة الدوميوت وقبلها كنت بدرس في الجامعة البريطانية المصرية بعد دبلوم التمريد التحقت بالمقعد الفني الصحي وكنت من أول دفعتي لحد ما جات لي منحة أنا أدرس بكادريوس علوم التمريد في جامعة بنها والحقيقة درست بكادريوس علوم التمريد في جامعة بنها بعد كده التحقت بدبلومة الصحة النفسية العقلية في شرق آسيا في جامعة يوم مواي خلال طبع مشواري الدراسي الحمد لله كنت متفوق دراسيا واتعينت في الجامعة الحمد لله ومن ناحية تانية مثلت مصرف أكثر من دولة وكان لها سبيتشيز مشهورة جدا منها كمان قدام سيادة الرئيس ومنتدى شعاب العالم 2019 عن استثمار طاقات شباب التمريد في بناء الدولة فيمكن ده مش وريب بشكل مصغر يعني يعني في الدول برة يمكن بتشوف التمريد لي كلمة مهمة جدا جدا في ريبورت كده أو أي تقرير بتقدم عن صحة المريض ويمكن بتدينا كمان نشوف بتاني إعادة أو توعية لأهمية التمريد حتى علامنا العربي إزاي شايف التضحيات يمكن اللي قدموها الممرضين أو العاملين من الأطقم الطبية خصوصا طبعا من الممرضين خلال أزمة كورونا يعني شوفت ناس كتير قوي هم كانوا في وش المواجهة في وقت احنا ما كناش عارفين الفيروس ده إيه ده حيير فعلا هو الحياة مش أنا بس اللي شايف التضحيات اللي التمريد قدمها هو العالم كله شايف التضحيات يعني تضحيات ووفاء شديد جدا الحقيقة ناس سابت أسارها في عز ما هم يكون أسارها أصلا محتاجين منها توعية وإرشاد وخلافه وراحوا طبعا يمرضوا العيانين في المستشفات مصر كلها والعالم كله الحقيقة فمش أنا بس اللي شايف والعالم كله شايف وطبعا يعني في يوم مهم زي ده لازم نقول إن هم ضحوا ولازم يعني نشيد بيهم ولازم نكرمهم بالمناسبة النهاردة قائم فعالية احتفالية اليوم العالمي للتمريد بحضور وزير التعليم العالي القائم بعمل وزير الصحة وبنقرم فيها كوادر التمريد النهاردة إن شاء الله بإذن الله عظيم طيب أنت دلوقتي بتدرس يعني أنت خلاص كنت تتدرس ودلوقتي بتدرس ها في ماجستيري دلوقتي ده عظيم جدا إيه المواد اللي بتدرسوها للممرضين والممرضات بتوع المستقبل مش بس من النواحة الطبية ولا علاجية فكرة التعامل مع المريد التعامل النفسي مع المريد بالضبط زي ما أنا ذكرت قبل كده أنا قلت إن أنا في كلية التمريد جامعة دميات والحقيقة إحنا عندنا في الكريكلمز أو المناهج إحنا بندرس إثيكس بندرس سوفت سكيلز بندرس حاجات خاصة شوية بالمجال الطبي والمجال التمريدي مش مجرد إن هو بس يدي الخدمة التمريدية أو الرعاية التمريدية أو الطبية لا إزاي يقديها وإمتى يقديها وفعني هو بأني قواليتي أو أنه جودة فالحقيقة إحنا عندنا يعني حاجات مكملة كمال للمواد الطبية منها زي ما قلت قبل كده إخلاقيات التمريد إزاي إن أنا أتعامل مع العين بشكل كويس إزاي إن أنا يعني أدي له جرعات العلاج بشكل مناسب لي وإمتى أديه له خصوصا إن الممرض الممرض هو لصيق للمريد يعني بخلاف الدكتور مثلا فالدكتور بيشرف على الحالة وبيروح عنده عمليات وعنده هيياتات خارجية يعني عنده حاجات تانية كتير إنما الممرض موجود مع الحالة هو بالمناسبة إحنا عندنا يعني دايماً الفني التمريد وأخصاء التمريد فني التمريد ده هو خريج المعهد الفني الصحي أو خريج معهد التمريد أما أخصاء التمريد هو خريج بكادريوس علούμε التمريد يعني إحنا عندنا موجودين في المجال وفي نفس الوقت بعد كده لما يأخذ ماجستير ودكتورة برضو بيعادل بهم إحنا كل حد ليه جوب ديسكريبشن زي أم أي مجال ليه جوب ديسكريبشن أو وصف توصيفي للموضوع فالأخصائي دايماً هو بيشرف على الفنية والأخصائي دايماً بيقوم على الرعاية دي داخل المستشفات إحنا الحقيقة بنخلي حد يشرف على حد بحيث أنه يشوف قديه الكواليتي بتاعة الكير اللي بتديها له قديه إمتى يدي مساء العيان الرعاية دي وإزاي يديها ففيه طبعاً ناس بتتقيم الرعاية دي وفيه ناس بتدي الرعاية دي نفسها الحقيقة طيب أنا عرفت أن أنت خريج تمريد الجامعة البريطانية لأ أنا درست في الجامعة البريطانية درست جامعة البريطانية أنا خريج بكاتريوس تمريد جامعة بنها ودرست في الجامعة البريطانية والحياد دلوقتي زي ما أنا قلت أن أنا بدرس في جامعة الدنيا طيب حلوة قوي يعني أنت عندك تلاميذ موجودين في الجامعة البريطانية الكوليتي دي أقول ما فاتحت أنا فاكرة كويس قوي كنت بشوف ناس يعودوا يقولوا طب وليه ما تدخل متجارة أو تدخل أي حاجة بتشوف الطلبة دلوقتي بيفكروا ازاي الفكر اختلف جدا ودي حاجة جميلة في الحقيقة فكر مستقبلي يعني حلو ان هم شايفين بره ازاي المهنة دي مهمة جدا يمكن ليهم زي ما قلتلك قرار مهم جدا في ريبورت بيقدموه عن حالة المريض فبتشوف ازاي دلوقتي الفكر اختلف هو الحقيقة دايما نقول التمريض زمان عكس التمريض دلوقتي التمريض دلوقتي بقى فيه علم وفن ومهارات وفقى فيه يعني مختلف الحاجات الموجودة اللي انا ممكن ادخل بيها على عيان وهو يتقبلني بشخصي وبعلمي وباسلوبي وبكل حاجة انا ممكن ادهاله زمان الطلبة كان بوصل التمريض ان انا هبقى يعني حاجة قليلة عن الدكتور وكلام من دلوقتي هو بقى مدرك ان هو زي وزي اي حد عضو فيه الفريق الصحي زي زي الطبيب ليه رعاية تمردية زي زي صيدالي زي زي اخصاء العلاج الطبيعي فانا زي ما انا اخصائي تمريض وبمرد العيان نفس الكلام فيه اخصائي طب الجراحة اخصائي العلاج الطبيعي اخصائي الصيدالي دلوقتي المنظور اختلف تماما بس عايز ادخل من هنا النقطة مهمة جدا ان العالم بيبص للتمريض بشكل جميل جدا جدا في مصر الموضوع استحالة ان هو يوصل زي ما العالم بيبص ده بس احنا هو الفكرة بيختلف بيختلف ولكن مش كلي بيختلف بس مش كلي احنا ما زلنا الى الان لما ندخل المستشفىات دكتور فين اللي ما يقولش التمريض فين يعني هو القائم على رعاية المريض 24 ساعات حلو لانه في النهاية برضو الدكتور هو اللي بتابع كل التقارير الخاصة بالمريض فبيبقى عنده التصور الكامل والتشخيص الكامل للحالة عايز اقول لحضرتك ان لو جيت سألت دكتور عن الحالة وسألت التمريض عن الحالة التمريض عارف خبايا الحالة وتفاصيلها كما تقول لنا كده زي ما انت قلت عن أخصائي التمريض أخيصي التمريد هو مهمته أنه هو يكون جنب العيان 24 ساعة 24 على حسب اللي شفت بتاعه طبعا مش 24 ساعة لايكنية 24 ساعة كمان أنه يتابع كل ما يخص من العيان والريلاتف بتاعته وزي ما أنا عندي كمان رعاية صحية بديها للعيان أنا بدي رعاية تثقيفية بديها للريلاتف بتاعه العيان أو أقارب العيان أخوه والده والدته وكذا من الناس المتابعين لي الجوب ديسكريبشن هو مش مجرد كلمتين نحن عندنا كتب ندريسها في الجوب ديسكريبشن فهي الحقيقة يعني زي ما هو لي كير بيديها زي ما الطبيب بيدي كير زي ما الصيدالي بيدي كير رعاية مختلفة لكل دور بالزبط ولكن التمريد أنا شايف أنه هو كمان حتى في الراوند اللي هي الكنسولتانت زي ما احنا بنقول زمان دايماً التمريد موجود ما يقدرواش أنه ما يستغنوا عنه في الراوند ليه؟ لأنه اللي عارف الخبايا إمتى العيان ده جالوا سخونية إمتى العيان ده كح إمتى العيان ده عمل كذا إمتى العيان ده عمل كذا فهو الشخص القائم على رعاية المريد 24 ساعة وعشان كده دايماً بالنور نحن لينا يعني قدر كبير جداً أتمنى الناس تكون عندها أوريانتيشن بي أو توعية بي طيب عظيب لكنت قلت كلمة مهمة جداً أنتوا كمان إزاي تتعاملوا مع أهل المريد طبعاً فإزاي التمريد بيتعامل مع أهل المريد يمكن ده تخصوصي بالنسبة للممرض وهو موجود في المستشفى شاف حالات من دي كتير جداً إنما بالنسبة لأهل المريد فدي الحالة بتاعتهم فطبيعاً هم يكونوا ألقانين ومتوترين بالزبع ومش فاهمين وعايزين يفهموا فإزاي بتقدر تقدم الخدمة قلناً للمريد إزاي بتقدر توصل حالة المريد لأهله أنا الحياة معايدة في قسم صحة المجتمع والأسرة فده يمكن دوري أنا أكتر لنبعاية طلبة بتوعية الموضوع ده فإحنا من ضمن الجوب ديسكريبشن بتاعت المريد الممرض أو التمريد إنه هو إديكيتور إنه يكمان يعلم الناس إمتى أو إزاي أو كلام من ده أنا كمان مفروض أن أنا أسيمبيليفاي للمعلومة أبسطها له جداً أوصلها له بالشكل المفروض يوصل به طبعاً كلنا عندنا ديفران ليفل في إديكيشن يعني ممكن صلاح معايدة كده ليوز حد تاني معايدة بلوم حد تالت معايدة كده أنا مهمتي إن أنا أوصله المعلومة الصحية بشكل مبسط جداً والمهمة كمان إنها توصل للمريض وكمان أهله فدايماً أسيمبيليفاي للمعلومة ولازم أن توصل له الحقيقة طب صلاحنا كنا نتكلم معايدة أنه يمكن سوء العمل أو كنا نتكلم في بداية الحلقة عن سوء العمل اختلف يعني الناس كثيرة قوي بتابع عايزة تجيب مجموعة عشان تدخل طب أو هندسة أو قوي في الوقت اللي دلوقتي حالاً خلاص محتاجين حاجات تانية طبعاً ميهن تانية ووظائف تانية لو في أولياء أمور دلوقتي بيتفرجوا علينا إزاي تقول لهم أو تنصحهم لو أولادهم عايزين يدخلوا مهنة التمريد هم يمكن حاسين أنه لا يعني ما تبقى دكتور يعني شجعهم هو الفكرة كلها أن أنا زمان قبل ما أدخل التمريد كنت شايف التمريد بشكل أو بعين ودلوقتي شايفه بعين تانية تماماً التمريد هو القائمة على رعاية العيين 24 ساعة التمريد هو دايماً يعني الأب والأم البديلة الأطفال الصغيرين اللي موجودين جوا الحضانات مفروض برضو أن التمريد هو كمان الإبن أو الإبنة لمرضة الرعاية المركزة فيعني لو هو فعلاً عايز يدخل ابنه عشان يعني شكل العام وكلام من ده فما فيش وظيفة دلوقتي حالية هي ممكن تخلي الشكل العام لأي شخص يعني لطيف سامها لكن التمريد عموماً هي روح حلوة جداً أنا زمان لما كنت شغير في المستشفات كنت دايماً أنزل قدي رعاية تمردية وطبية للعيين يدعي لي ويبص في وشي بشكل مبتسم جداً يقول لي كاتر خيرك يا ابني ربنا يجازيك خير يعني دعوات مهمة جداً جداً أنا في حياتي مشيت بيها كلها فالأب والأم اللي شايفين أنهما ممكن يكون مش هيدخلوا ابنهم عشان الصورة المجتمعية لا الصورة المجتمعية إحنا وراها وهتتغير أكيد هتتغير إحنا بالمجهود إن شاء الله بإذنها تتغير ومن هنا بقى بطلب حاجة مهمة جداً أنا دايماً أقول في لقاءاتي أن أنا محتاج ملف التمريد أنه هو تتولى القيادة السياسية زي ما إحنا عندنا ملفات مهمة جداً جداً سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولها إحنا كمان محتاجين ده لأن إحنا عندنا هجرة داخلية وخارجية للأطقم الطبية كلها وكمان للتمريد يمكن المسجل عندنا في النقابة 250 ألف ممرض أو ممرضة وكمان القائم على الرعاية مثلاً حوالي 221 الناس التانية فين؟ الناس التانية سابت مصر ومشت الناس التانية مش موجودة فأنا نازم أن أوريهم البوتنشلز اللي هنا أو دايماً الحاجات اللي أنا ممكن أحفزهم عشان أورادي يكونوا موجودين إحنا عندنا نحافز المادي والنفسي أوليلاً جداً جداً حافز المادي 20 جنيه في النباطية 12 ساعة هل في حد موجودة؟ وده يمكن دورك يا صلاح ودور الجيل الجديد أن نغير المفهوم فبالتالي أن كل المنظومة نفسها تضغير بنعمل كده الحقيقة دلوقتي وكل الملفات إحنا مفروض قائمين عليها بس دايماً بقول إن إحنا محتاجين دعم القيادة السياسية في الموضوع لأن أكيد المنظومة يتغير تماماً لما سيادة الرئيس عبدالفتاح السياسية يتولى الملف نفسه عظيم صلاح أنت دايماً يعني أو إحنا دايماً بنشوف أن في حاجة مشتركة كده ما بين كل اللي عاملين في المجال التمريد وهي التفاني يعني هو موجود لحد آخر وقت حتى بعد شفته وفترة شغل وما تخلص لو زي ما يتؤخر عليه شوية أو لو هو كان بيتابع حالة هيفضل موجود مع الحالة لحد ما يتطمن عليه فدي صفات مشتركة كده يعني بعيداً بقى عن اللي درسوه بو سبح حامد الحقيقة حصل أن احنا فيه اتنين ممرضتين توفوا داخل مركز خاص يعني مركز خاص طبي علشان هو حصل حريق والعيان في العمليات هما الاتنين ما سابوش العيان وتوفوا معا هما الاتنين ما سابوش العيان وتوفوا معا والمركز كله حصل حريق كل الناس مش شد اللي مات هما الاتنين ممرضتين فدائماً احنا عندنا كده يعني كونسبت أننا لازم جنب العيان على طول بيستغيث بي ويسيبه أبداً فالحقيقة أنا دايماً بحب التمريد عشان هو فيه روح حلوة جداً جداً دايماً بوصل للتمريد أنه هو ده ممكن يكون والدي أو أخوي أو أختي أو مامتي فالحقيقة دايماً بتفانى في عملي وكل الناس من التمريد بيعملوا كده أعذرهم لو فيه أخطاء معينة بس لأينا أنا مبارح كنت في مستشفى أول مبارح لقيت أن 35 عيان قائم عليه 2 ممرضة أو 2 ممرضتين إزاي؟ فالفكرة كلها عندنا عجز جديد جداً وعندنا أوفرلوت شديد جداً برضو في المستشفى من العيانين فأعذرونا بس الفكرة كلها في كده نحن نعذر الناس لما بيلاقي منها أي خطأ خطأ ده وارد طبعاً في كل الناس وانا بلاقي أن الناس بتتفانى فعلاً في عملها حقيقة طيب إيه موضوع حصولك على لقب سفير التمريد في العالم؟ أحكي لنا أكتر الحقيقة أنا مثلت مصر نواتي لحضراتك قبل كده في بعض الدول سفرت بريطانيا، سوسرا، اندونيسيا، عمال، لبناء سفرت كذا حاجة ومثلت مصر كلاس بيتشيز في الكونجرس الدولي لطلاب تمريد أوروبا عملت بعض الحاجات الحقيقة فيمكن دولة اندونيسيا لما أنا درست فيها ديبرونت الصحة النفسية والعقلية هم أشادوا أن أنا يعني يأخذ لقب أوسام يمنحوا أوسامة فهما أدو لي وسام سفير التمريد على مستوى العالم ده اللي موجود؟ لا مش ده اللي موجود دي شعارات الجامعة اللي أنا شجال فيها ووظفتي فالحقيقة يعني الوسام ده مهم جدا دايما حتى مش بقول وظفتي الأكاديمية دايما بقول صلاح محمد صلاح صفير التمريد فبعتز جدا باللقب بعتز جدا بالوسام هم أبعتولي شهادة معتمدة هنا في الصفارة في الخارجية المصرية والحالة كرمت من هنا ومن هناك فدايما أقول إن الوسام ده شرف على صدري بيكون أنا مدافع دايما عن مجال التمريد وحد وصلت من دبلوم التمريد لدكتور في الجامعة دليل على حبك لهذا المجال طبعا جدا جدا يعني أنا بعشر المجال دوت ودايما أضحي علشانه وعشان كده نايلة نارد عظيم منورنا والله يا صلاح خطر خير طيب أنت قدمت عرض مميز جدا قدمت سيارة الرئيس في 2019 في 2019 في عام العالم كاللية فعلا كلمة عن استثمار طاقات شباب التمريد وكنت بتكلم فيها إن احنا فينا ناس كوادر شبابية مهمة جدا لازم يتم الاستعانة بيهم على الأقل وزارة الصحة وزارة عليم العالي احنا دايما بنشوف توظيف الشباب وتمكين المرأة وتمكين الشباب احنا محتاجين يتم تمكين التمريد المصري في الأماكن اللي المفروض يتاخد فيها قرارات الرعاية الصحية احنا عندنا يمكن الناس قليلة جدا جدا لمشاركة في الموضوع ده عندنا كوادر شبابية كبيرة جدا وبيسيبوا مصر ويخرجوا برا يشتغلوا في أماكن مهمة جدا برا مصر والتمريد المصري دايما يعني متميز بالاحترافية عندنا احتراف شديد جدا للتكنيكاليتيز أو البيوفيشناليزم اللي بيقولوا عليها لكن احنا بس محتاجين شوية صوفت سكلز لكن احنا عندنا احتراف شديد جدا الممردة أو الممردة أو الأخصائي التمريد اللي بيخرج يشتغل في أي دولة برا بيتمايز باحترافيته واللي محتاجينه ده بندرسه صوفت سكلز بندرسه بس احنا محتاجين الدولة نفسها اتوفره داخل مقارات العمل في المستشفيات مثلا التمريد هو شغال اجيب له حد يدرسه صوفت سكلز لان برضو من ناحية تانية هو التمريد بتاع زمان مدرس صوفت سكلز مدرس الحاجات دي احنا بنتطور اه لكن هو زمان ما قالوش للحظ كانش موجود طبعا طبعا فاحنا بس بنطلب دايما الدعم لازم يكون موجود دعم في يوم مهم زي دا لازم اوصل رسالة ناس مشايليني رسالة مهمة جدا جدا هم طلبين أو دايما احنا طلبين الدعم المادي والدعم النفسي كلنا نحتاج دعم مدي انا عشان اجي هنا لازم يحتاج موصلات ومحتاج كذا وكذا وكذا ونفس الكلام محتاجين دعم نفسي ومادي ومحتاجين كمان زي ما انا قلت قبل كده تولي القيادة السياسية ملف التمريد عشان نشوف الملف دوت فعلا لان هو القائم على رعاية صحة المواطن المصري انت بسالوح انت دكتور في الجامعة وانت بتكلم انه لازم يبقى فيه يعني تدريس اكتر للصوفت سكلز للناس اللي درسوا التمريد قبل كده زمان طيب قلنا يعني ايه يعني لو انت دلوقتي بتدرس بتدرس لوهم حد جابك تدهم كورس سريعا كده ان نقطة اللي هتعلم عليه يعني how to empathize مع العين ازاي تعاطف مع العين how to communicate مع العين ازاي تواصل مع العين ازاي مركة للرعاية الصحية او عمل لها تسويق لانت برضو ده من ضمن الحاجات اللي انا مفروض ادرسها ازاي ان انا اتواصل بشكل جيد انا دايما بحس ان الكور بتاع رعاية الصحية هي communication هو لازم ان انا يعني اتكلم معه بشكل ما اه هو التواصل لازم ان اتكلم معه بشكل ما عشان هو يتقبني ان اخد منه رعاية الصحية او انا هدده رعاية الصحية او اخد منه الهيستوري او الماضي او قبل كده او الحاجة الماضية بتاعته اللي هو يمكن ان تساعدني في التشخيص فدايما الحاجات دي دي سوراودنج او دايما حوالين الرعاية الطبية او الصحية اللي انا بديهاله هل بيفرق مثلا انه الممرضة او الممرضة شغال في مستشفى للاطفال او شغال في مستشفى للكبار بيتعامل مع اطفال او كبار هل في حاجة بيدرسوها مثلا اضافية زي يتعامل مع الطفل زي ما كل الناس في كل المجالات الطبية عندها تخصصات احنا كمان عندها تخصصات زي ما فيه مثلا طب الجراحة العامة عندنا تمريد الجراحة العامة زي ما فيه طب الاطفال عندنا تمريد الاطفال وهكذا إيس على كل التخصصات وضيف قلمة تمريد قبل التخصص هتلاقي أن إحنا لازم ندرس كل التخصص بالمناسبة كلية تمريد الوحيدة اللي بتدرس إدارة مستشفيات وإدارة تمريد ومن الرجل من كده إحنا بممسكش مناصب إدارية ليه؟ في الفكرة كلها في كده إحنا كمان من ناحية تانية إحنا بندرس مع مواد التمريد ومواد الطب فأنا بدرس مواد الطب وبدرس مواد التمريد وبدرس كمان حاجات يعني مع الحاجات دي فإحنا وردي عندنا كمية مناهج حلوة جدا جدا لتولي أي حد فينا بعد كده منصب في الرعاية الصحية عظيم لو مريض حالته متأخرة شوية إزاي بتتعامله معاه؟ بيبقى في حاجة سمعه بالضبط لو حد خلاص بقى يا طبعا العمر بيدي له كل حاجة بس في حالتنا متأخرة بيقى في شواهد على ده طبعا إزاي بتتعامله معاه؟ إزاي بتقنعه أنه لسه في أمل؟ هو الحاجة بيكون جاي إنا أصلا خلاص هو نسبة الوعي وخلاص بتقل فإحنا بيبقى عندنا حاجة سمعه ترياج في المستشفى ترياج ده هو إزاي أنا أصنى في الحالة؟ إزاي الحالة اللي تدخل عندها نزيف ولا اللي عندها جرح بسيط ولا اللي عندها كذا كذا فأنا بصنى في الحالة الأول بتدخلي بعد ما بتدخلي بتديني أنا أتعامل معاه لحسب الكيس سؤال حضرتك بخصوص أن عيام مثلا خلاص أنا بتديني أنا لو هو كونش سليبل بتاعه كويس أنا بطمنه وببتسم في وشه حتى لو فيه behind the scene أو وراء الكواليس حاجات تانية ما ينفعش أقوله خلي بالك أنت هتموت خالص فعشان كده ده اللي أنا بتكلم عليه أن أنا لازم أدري soft skills للناس لازم أخلي الناس طرف تتكلم مع العين فالفكرة كلها أنا بطمنه وببتسم أن أنا التيم بيشتغل معاه أنا بتكلم معا حد بيكون ماسك إيده وبيطبطب عليه وبيكلم معاه بشكل مبسط جدا جدا وبيفهمه إن الدنيا تمام وبعد كده فيه حد تاني بيركب كانيولا فيه حد تاني بيركب المحلول فيه حد تاني بيعمل كذا الفكرة كلها إن الدنيا لو هو شافني أنا بجري حواليه ما يغير ما حد يكلمه هو أكيد يحصل له حاجة هيتخد طبعا فلازم عشان كده أقول لحضرك أن أنا بكون موجود جنبه وبقدم دعم نفسي لي وحد تاني بيشتغل يعني مش هينفع واحد بس يشتغل عشان كده بقول إن إحنا عندنا شورتج كبيرة جدا جدا لو الشورتج دي أو النقص في عدد التمريد ده اكتمل إحنا هنقدي رعاية صحابة صحية و هتكون أجود رعاية صحية في العالم العربي بكل تأكيد عشان كده أنتوا فعلا ملايكة الرحمة هنحن بنشكرك طبعا كل سلامة طيب وكل ممرضين وممرضات حصر والعالم كله بألف خير شكرا جزيلا لك صلاح محمد صلاح المعيد بكلية التمريد بجمع الدميات شكرا جزيلا شكرا جدا